وعاد العيد لكنه عار ومسلوب الفرح في عيون المثقلين بالتزاماته الثقيلة نازحون وفقراء معوزون يخرجون من بيوت الحرب مجبرين على شراء الممكن من حاجيات ومطالب العيد الذي بات موسما للجشع والاستغلال ومغالاة الأسعار عند اليمنيين نستقبل أيام العيد المبارك لكن لم يعد العيد كما كان في السابق نحن العيد على الأبواب يطرق الأبواب لكن في نفس الوقت الأبواب تصد وتغلق بسبب الأسعار الجنونية المرتفعة أصبح العيد بالنسبة للتجار موسم للإبتزاز هكذا يحل العيد على هذا النحو من التلعب بأسعار المواد المختلفة ورفع قيمتها الشرائية إلى مستويات قصوى يعجز معه المواطن عن شراء معظم احتياجات أسرته من مأكل ومشرب وملبس وهو ما لم تبكه الحرب لليمنيين الذين يغرقون للسنة الخامسة في مستنقعات الموت والفقر والمجاعة هذا لا جهالي ولا ما استطيع أقدر أشللهم أي شيء سبب الفقر والحصار الذي نحن فيه نعاني من الدولة حقنا لم تهتم بنا أو لجنات المنظمات والدنيا غلاء والحال يعلم بها الله يشكو مواطن والجوف ارتفاع أسعار المواد المختلفة والمغالات بأسعار الأضاحي التي تصل قيمتها إلى أكثر من مائة ألف ريال للأضحية الواحدة خصوصا مع قدوم العيد ويرجعون ذلك إلى غياب الدور الرقابي المفترض للسلطات المحلية في الحد من هذا الجشع والتلاعب بالأسعار أول كنا نستطر بمئة ريال نقدع لها مانا البيت والقبش كان كنتين قرش والأسعار بمئة وخمسين يقول لكم بسبعين ثمانين نحن دارين بعيش نستقبل العيد من العسعار التي يحكموها أو يسيطروها المحلات أصحاب المحلات وكذا وأصحاب البقائل أي شيء ذنب المواطن هذا الذي مجعجع من كل شيء لا رواتب ولا شيء والآن نجد العيد ونحن بدون رواتب وبدون أي شيء يحاولون في العيد اقتناء بعض من احتياجاته رغم ظروف المعيشة الصعبة ويومياتها الملغومة بتحديات الواقع المر وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية في مهرجان الحرب علي الجرادي قناة بلقيس الجو